موسيقى بعد أيام من المعارك العنيفة تمكن المعارضون من السيطرة على بلدة خان العسل أحد أبرز المعاقل المتبقية لقوات النظام في ريف حلب الغربي التي كانت عنوانا في الأشهر الماضية لمعركة كيميائية على أرضها فقد تبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق صاروخ يحمل ذخيرة كيميائية على خان العسل في أذار الماضي ما دفع الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة الأسلحة الكيميائية لكن هذه اللجنة لم تتمكن من دخول سوريا بسبب اشتراط السلطات اقتصار التحقيق على خان العسل في حين طلبت الأمم المتحدة السماحة لها بالتنقل في كل سوريا في هذا الوقت كان الواقع الميداني في حمص يتصاعد مع دخول الحملة الأمنية على المدينة أسبوعها الرابع وقد أدى القصف العنيف لقوات نظام إلى تدمير مرقد السحابي خالد بن الوليد وقد نشر ناشطون صورا للمسجد الذي بني إبان العهد العثماني واشتهر بمئذنتيه الشاهقتين إضافة إلى صور للمرقد المدمر الذي يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر وغدات أكثر الأيام دموية في سوريا الذي سقط فيه أكثر من 230 قتيلا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أشهر التقى نائب وزير الخارجية السورية قدر جميل وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف في موسكو وبحث معه في علاقة روسيا بالنظام وخصوصا لناحية صواريخ أسلت مية التي أكد جميل أن كل اتفاقات تسليم بلاده هذه الأسلحة لا تزال سارية المفعول في المقابل لم يخرج لفروف بأي موقف جديد وجدد تأكيد بلاده مواصلة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي للسلام في جناف